بالنسبة لي الأستاذة فوزية إنها طلع الحجب هذا العام سؤالها إن هي كان عليها فوائد صلوات كتيرة وإحنا معلوم فضل الصلاة في المسجد النبي والمسجد الحرام فهل هي لما تصلي هناك من الفوائد اللي فاتتها بيسقط يعني عايز تقول ده بيسقط عنها بالأجر الموعود عنه طبعا الصلاة لها هناك ثواب عظيم وإحنا موعودين بأجر عظيم سواء في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أنا فاتني مثلا حقدر مئة فرد هل لما حنصلي عشرين فرد في المسجد الحرام أو المسجد أو أكتر من ذلك حب أنا قضيت معلي لا لا يجزئ الإنسان اللي فاتته صلوات إلا إنه يقضي ما فاته من أداء هذه الصلوات وإستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا التفويت لأن الصلاة على المؤمنين لها ميعاد لها ميقات الإنسان لابد أن يلتزمه طبعا الإنسان فاتته الصلاة عليه أن يقضيها صاحبة السؤال فنصلي العدد اللي فاتنا واللي إحنا تجاوزنا ولم نصلي ونقضي هذا العدد سواء كنا بنصلي هنا أو نصلي هناك الفارق هو تعظيم الثواب لشريف المكان هناك سواء المسجد الحرام أو المسجد الأقصى